من جانبه بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بمناسبة عيد القيامة وعبر وزير الدفاع في برقيته عن أصدق مشاعر المحبة والتقدير لقداسة البابا كما آرب عن اعتزازه واعتزاز القوات المسلحة بمواقف البابا الوطنية دفاعا عن القيام والمبادئ الراصخة لمصر والتي يجمعها نسيج وطني صلب يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق أمال شعبه العظيم في العزة والخلود كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماسلة لقداسة البابا تودروس الثاني بمناسبة عيد القيامة هذا وأصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي من الأقباط بمناسبة الاحتفال بالعيد كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماسلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة ترجمة نانسي قنقر